تحيتي موات جديد في المحقق مع سلسلة أشهر القضايا العالمية السلسلة اللي بيشتهزنا اليوم للولايات المتحدة الأمريكية ولكن بيشتهزنا نحكيه على ظاهرة الناس اللي في وقت معين يكون عندهم كل شيء فيفقدوا كل شيء وربما يوليوا الناس قادرين أنهم يعملوا أي شيء كما بتشوفوا بالضبط في تفاصيل هذه القضية المثيرة الجديدة اللي يجينا بين نيويورك وتكساس في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن قبل ما نجيوا لتفاصيل هذه القضية ليش كون فيكم مازال لم يلتحق بعد بين فيلم محقق أدعوها أنه يشترك معنا في القناة يقيم هذه الحلقة وينوك السبوع متاع الإعجاب بالحلقة شوفوا برشة تعليق الحقيقة لي ما تنطبقش بالضبط مع أعداد الأصابع الإعجاب تره نورونا بأصابع الإعجاب في هذه الحلقة وبتعليقكم زادة كيف كيف أعطيوني رأيكم في التفاصيل اللي بشتسمعوه وإذا كانكم حاضرين هاتنا ننطلق في هذه القضية الجديدة إذن قضيتنا اليوم تأخذونا لنيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية وبشترجع بينا لسنة 2018 نحكي لكم على جوش وحبيبته أمبر كوبل جوش عمره 28 سنة ما تتشوف رغم صغر سنه ما شاء الله الشي اللي عملوا دجا في هالعمر هذي بداية جوش كان عنده مشروع متاع خدمات رعاية صحية أمبر عمرها 24 سنة كانت تخدم في كوشا جوش وأمبر كان عندهم أولايد اسمه جوش جينيور فما ظاهرة هذه في أمريكيا ما عنيش برشة منها إحنا أنه الأولايد يتسمى باسم البو ولكن يتسمى جينيور أحنا كان عندنا بورقيبة جينيور مثلا ابن الرئيس لحبيب بورقيبة كان بورقيبة جينيور على كل حال الكوبل والأولايد يعيشوا مع بعضهم ومعاهم شدنا عندك أولايد جوش زوز من مرته السابقة شارلين يعني كما قلت لك هو عنده 28 سنة ومشاء الله عنده زوز صغار ومطلق مرة ومرته الثانية وعنده صغير وحد آخر شارلين اللي هي زيدة كانت تعيش في نيويورك لكن بعد انفصالها على جوش قررت أنها تنقل وتعيش في تيكساس خاصة بعد ما ربح طاليقها قضية الحظانة للأطفال بعد خيقة حرب طويلة صارت مبيناتهم في المحاك هكا العائلة ولدت تتكون من خمسة أفراد جوش حبيبته ولامرته الجديدة أمبر ولدهم جوش جينيور وأولاد جوش الزوز من المرأة الأولى شد الحساب ما؟ شارلين هي زيدة قررت شفحيتها وعرست براجل اسمه تيم ضابط شرطة سابق في ولاية تيكساس جوش ارفع قضية وارباحها كما قلت لك مش تكون حظانة الأطفال كاملة عنده خطر كان عندهم عبارة على تقاسم تالحظانة بالقضايا اللي ارفعها اربح القضية 100% وليت الحظانة عنده 100% 20 أكتوبر 2018 مع ماضي ساعتي جوش روح من الخدمة ومازال كيف وصل للدار حتى الكرهبة في بلسطها قدام داره هبت غادي شيف شخص واقف قدام داره كينه يسنى فيه هبت جوش من الكرهبة وبدأ يحكي معاه الكلام اللي باش نحكيه لكم هو وصف جار جوش اللي كان قاعد في داره يطلم الشباكة ينسنس شوية على الماشي والجي جار جوش قال لي جوش والشخص اللي جاه قدام به بالدار كينه يحكيه بشكل عادي وطبيعي ويظهر اللي هما يعرفوا بعضهم يحكيه وجوش كان متكي على كرهبته فجأة الشخص اللي قدامه جبد فرد وبدأ في اطلاق النار على جوش في الوقت اللي جوش يتعرض لوابل من اطلاق النار وصلت امبر مرتو بكرهبتها هي جيت بجتقاري الكرهبة توقفها قدام الدار زيدة واذا بيها تسمع في صوت الكرتوش خرجت رأسها من شباك ودارت تشوف شفمها شايفت رجلها جوش في القاعة شيدد صدره ويصيح من وجاها اول ما شايفت امبر المشهد اذاك اترعبت وعملت مارشا ريير بالكرهبة وماشي على اساس مش تحاول تنقذ رجلها هي كاكة وجاها كرتوشة ووحدة في رأسها تقتلها على عين المكان الجار اللي شايف كل شي قدام عينيه تكلم الشرطة والشرطة الحقيقة اللي بتوصل بسفة سريعة جدا معا وصول الشرطة قو جوش ميت مفارق للحياة بحذك رهبته امبر مرتو كان رأسها على الفولان المقود متاع السيارة ومفارقة للحياة في رأسها كان فام جوش جينيور ولد لاربع سنين اللي شاف كل شي قدام عينيه امه وبوه يتقتل تلموا الجيران وحكاولوا الشرطة اللي شافوه الكل وقالوا لهم انه المجرم اللي كان يسنى في جوش كان لابس بكله في لكحل وليه بزدها كاسكيت ومغطي وجه بعد ما قام بجريمته قالوا روهرب يجري على السقيه حتى انه بدي ينجز على من جنينة لجنينة في الديار الامريكان ما كتعرفوهم ديار الامريكان كما شوفوهم في المسلسلات والأفلام بالأسوار هكا قدام كل دار فما جنينة صغيرون وفيه هكا صور صغير عدوه ينجز من صور الصور ومن جنينة جنينة ومن دار الدار فهموا المحقين أنه السيد اللي عمل الهاكا في جوش وأمبر ما كيد ما زال قريب من المنطقة قدش بش يجري معناها بالتالي ينجموا ربما يخلطوا عليه وجندوا في رقل البحث عليه ومطاردته واغلاق عدد من الشوارع متاع المدينة وصلت قوات الدعم وصلت طائرات الهليكوبتر وصلوا لكلاب البوليسية وبدأوا يدقوا أصلا على الديار ويلوجوا ويسروا في الجيرين تخبيش في دار عملش مجموعة من الرهائن احتجزهمش وقامت بالتالي عمليات البحث عليه لدرجة أنه اكبر الموضوع لدرجة أنه المدرسة اللي في الحي اللي صارت فيها الجريمة بش تسكر خوفا من أنه هالمجرم هذي يدخل لها وهو زيدا يخوره هائن من هالولاد الصغار الجريمة اللي صارت في حق أمبرو جوش بش تغطيها زيدا وسائل الإعلام والصحافة بصفة كبيرة الساعة التلفزة الأمريكية عندها أصلا هليكوبترات يخدموا في مثل هذا النوع من القضايا يعني تبعث هليكوبتر وإلا تاخد صور من الهليكوبتر وتعدي عملية البحث اللي قاعدة تعمل فيها الشرطة بصفة مباشرة بعثوا مرسلين حاضرين على عين المكان حسيلوا البحث والتقصي كان يتعمل بصفة مباشرة والناس تفرش فيه في التلفزة استمر البحث سويا طويلة لكن الشرطة ما نجمت توصل لحتى شيء فقط الكلاب البوليسية تبعت أثر المجرم حتى وصلوا لبلاصة طيش فيها القناعة اللي كان لابسه وقفه غادي تحديداً في باركينغ موقف سيارات بالنسبة لمحقين الصورة واضحة المجرم كان مقاري موقف كرهبته في هذا الموقف امشي قام بجريمته وارجع هز الكرهبة وهرب ولوح الماسكلي كان لابسه الشخص هذا بشي فاركسه في كاميروات المراطبة اللي موجودة بحضة هالباركينغ هذا وبشي تشاف قبل الجريمة بدقائق وهو يدور وكي انه يفحص في المكان لكن كان مغطي بكله ومش باين منه حتى شيء كما تشوفوا في التصاور الشرطة بدأت تتواصل مع عائلات الجوش وامر منهم شارلين أم صغار زوز اللي علموها أنه رجلها السابق وحبيبته أو زوجته الجديدة تقتله وهي قالت لهم راني سمعت راني شفت الأخبار في صفحة أخبار على الفيسبوك ومن العنوان فهمت أنه جوش وامبر هما اللي تقتلوا قالت أنا توا في تكساس أول ما سمعت الأخبار لم يتدبشي وهاني في الثنية جاية توا لنيويورك للعنوان اللي تقال في الأخبار بش نشوف الصغار جوش تعرض العشرة طلقات نيرية في صدره وكرشه هذك عليش؟ بالنسبة للمحاقين ديما نقول هاي لكم هاي بيتاعدد الطعانات تاعدد الكرتوش يخط الكرتوشة تقتل بدأ واحد بحذيك يعمل عشرة طلقات معناها ذوما طلقات تغل وش طلقات لمجرد القتل كرتوشة كانت تقتلوا بحذيك لكنهو عشرة طلقات بش يطلقهم عليه بالتالي بالنسبة لهم هذي ما تكون كان جريمة انتقام تاون شوفوا صحيح ولا العيلتين متاع امبر و جوش أكدوا انو الكوبل ما يعرفولوش عدوات تفسر اللي صار لهم لكن هذا عكس كلام شارلين طاليقت الجوش قلت لهم تمو متاعرفوش الجوش الجوش هذي يا بانطا وهو ربي يرحموا أما هو إنسان معتدي مدمن مخدرات عنيف وهذا السبب اللي يخلاني أنا ننفصل عليه الكلام اللي قالته شارلين على طاليقها خل المحقين يركزوا معاها شوية بما إنه وظهر من كلمها إنها تكن له نوع من الضغنة فقرت الشرطة تحطها تحت المجهر وتدرس تحركاتها وحلوا عليها الكتاب شوية شارلين بعد انفصالها لجوش نقلت مع صغارها الزوز وقتها الحضانة كانت عندها نقلوا لتكساس في تكساس تعرفت على الشرطي تيم في مارس 2018 عرسوا وعاشت هي وإياه وبنته وصغارهم وزدها عنده بناية من سيدة أخرى لكن نهار من نهارات وهو أذرب بنته صورته بغلطة وبعثت الفيديو لأصحابها على أساس هكا بتوري فيهم تفدليك متاع رجلها اخي الفيديو وصل لطاليقته ايواش ورفعت به قاضية في العنف ضد الأطفاء وخذيت بنتها هنا جوش بيدو راجل شارلين السابق استغل الفرصة وهو زاد هز نفس الفيديو ورفع قضية وقال اينا رأوا صغاري اليوم موجودين مع الراجل هذية اللي هو راجل معناية طاليقتي واللي هو عنيف وما يستقيمش الوضع وذكا فعلا الي صار والمحكمة مشيت معاه بعد ما اطلعت على الفيديو واربح جوش القضية أما حياة تيم فتدمرت شدة عندك تيمذ قتلك بوليس تكساس هو صحيح ضرب بنته مش مش يسيره أولا مش يتم القاء القبض عليه بتهم التعنيف الأطفال من الدرجة الثالثة به واحد طردوه من الخدمة ثنين نحاولوا بنته أعطاه حضانتها لأمها ثلاثة نحاول صغار متاع مرته جديدة ورجعوا حضانتهم البوه الشي هذا الكل صار قبل أشهرة قليلة من الجريمة حتى أنه شارلين حاولت أكثر من مرة ترجع الحضانة لها لكن القاضي قالها أبدا يستحيل مدام سيدتك عايشة معا شخص معنف للأطفال أنسى أن وراك مش تاخوا حضانة متاع صغار هذي المعلومات اللي عرفتها الشرطة كي حلت الكتاب على هذي السيدة فشكوا مره هذي في تيم مش في شارلين نجم يكون تيم هو في نهاية المطاف اللي اتدمر تحياته اضطرد من خدمته اخسر حضانة بنته خلى مرته تخسر حضانة صغارها وبالتالي ربما هو اللي ما عاد عنده ما يخسر وربما يكون مستعد يعمل كل شيء هذا الشرطي السابق فهل شك الشرطة في محلها ولا فما سيناريوات اخرى ما قرأت لهاش حساب شرطة نيويورك هذا نشوفه تفاصيله في الجزء الثاني من حكايتنا لليلة ترجمة نانسي قنقر